في أهل اليوم مرحباكم مشاهدين آخر فقراتنا لهذا اليوم من الأماسي مع مهرجان الفنون الإسلامية يأتي مهرجان الفنون الإسلامية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة والذي يولي للفنون الإسلامية الأصيلة كل الدعم باعتبارها أحد أهم الركاز الحضارية التي تسهم في نشر ثقافة التسامح بين مختلف الشعوب حيث تزهو إمارة الشارقة بعد أيام قليلة بفعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الفنون الإسلامية 2015 والذي يقام برعاية كلمة من صاحب السمو حاكم الشارقة وتنظمه دائرة الثقافة والإعلام بحضور نخبة من النقاد والمفكرين والباحثين الأجانب والعرب المعنيين بالفنون الإسلامية الأصيلة والمعاصرة نتعرف أكثر مشاهدين على ما يميز هذه الدورة من مهرجان الفنون الإسلامية الدورة الثامنة عشرة والأعمال الفنية المشاركة والفعاليات كذلك أيضا المصاحبة لهذا المهرجان مع ضيفتنا لهذا اليوم فرح قاسم المنسق العام لمهرجان الشارقة للفنون الإسلامية فرح يعطيك العافية طبعا نحن يبنعك من المتحف وأنتوا أساسا طبعا يمكن تحضرون الترتيبات الأخيرة لهذه الدورة الثامنة عشرة اللي تنطلق إن شاء الله يوم الأربعاء القادم يعني أيام قليلة تفصلنا عن هذه الدورة فرح استعداداتكم كيف إلى اليوم الحمد لله نحن بتوجيهات ودعم وتشجيع صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمهرجان الفنون الإسلامية بدورته الثامنة عشر تحت شعار وثيمة النور الثيمة نقصد بها بفلسفته وروحانيته والتسامح الفن الإسلامي كيف هو عاصر هذه الفنون الحديثة مع الالتزام بقواعد والفنون الكلاسيكية بحذاتها الموجودة وكيف واكب هذا الفن الإسلامي الغني واكب جميع هذه الفنون المعاصرة باستضافة فنانين أيضا نحن هذه السنة عندنا مجموعة كبيرة من الفنانين وأعمال ومشاريع فنية موجودة في متحف شارقة الفنون وواجهة المجاز المائية وأيضا ساحة الخط جميل طبعا مهرجان فنون الإسلامية إذا بنتكلم عن هذا مهرجان بشكل خاص هو لا يعتبر فقط منصة ربما لعرض الأعمال التي طبعا يبتكرها الفنانون سواء كانوا عرب أو أجانب لكن الحقيقة هو كذلك أيضا يعتبر تظاهر ثقافية وفنية بشكل كبير لما يحتوي من عدد كبير من الفعاليات الندوات كذلك أيضا فكرية بالإضافة طبعا إلى الأعمال المنتقى التي طبعا يتم انتقائها لعرضها خلال أيام مهرجان الشارقة الفنون الإسلامية الآن طبعا يمكن بعد هذه الدورات كلها وصلت إلى مرحلة ربما يكون فيها نضج هذا المهرجان أو نضجت هذه التظاهرة الثقافية الفكرية اليوم جديد هذه الدورة بالتحديد من برامج مصاحبة كذلك أيضا لما سيُعرض من أعمال فرح في هذه الدورة نعم الجديد بهذه الدورة هي الثيمة والمشاريع التي تقدمت حسب استلهام الفنان للثيمة طريقة المشاريع التي انطرحت من طريقة التركيب واختيار الأعمال الفنية استعداداتنا صار لها ما يقارب السنة ما بين اختيار الملفات الفنانين المشاريع والمراسلات وشحن الأعمال ووصول الآن الضيوف وتجهيزاتهم هي الجديد أيضا الشكل العام للمهرجان المهرجان أصبح يوازي مهرجانات كبيرة وعالمية في المنطقة العربية وأيضا في العالم أصبح مشهور وأصبح إلى صدى كبير وأصبح الفنانين هم اليسعون للمشاركة بهذا المهرجان المشاريع هي جديدة والأفقار هي جديدة تحت ثيمة النور طبعا نحن نعرف أن المشاركين ليسوا فقط ربما من العالم الإسلامي أو حتى من العالم العربي لكن هناك أيضا أجانب يشاركون بهذا المهرجان وكذلك أيضا بنفس الثيمة ثيمة النور خلنا نتابع تقرير أنا وانت فرح هذا التقرير مشاهدين عن مهرجان شارقة الفنون الإسلامية في دوراته السابقة ومن ثم نستكمل حديثنا عن هذه الدورة الجديدة بصمة جديدة للفنون تجديدها عاصمة الثقافة العربية والإسلامية هذا العام من خلال مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية حدث كبير تشهده الإمارة الباسمة ومنذ انطلاقته ملقيا الضوء على الفن الإسلامي والفكر الجمالي المرتبط به تاريخيا ومواكبا بعمق في الوقت عينه حركة الفنون العالمية المعاصرة ومن ضمنها الفنون الإسلامية في مراحلها الراهنة يعد المهرجان تظاهرة ثقافية فنية دولية سنوية تهتم بإبراز الفن الإسلامي الأصيل والمعاصر بملامحه وتاريخه العريق من كل أنحاء الوطن العربي وانعكاساته العميقة على الغرب ويجسد في الوقت نفسه رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والهادفة لنشر الثقافة الإسلامية وبث روح الاعتزاز بها وتطوير مجالاتها المختلفة والتركيز على تأثر الفنون بعلوم الحضارة العربية والإسلامية حالة بصرية إبداعية تلامس الجوانب العلمية المرتبطة بالعرب والمسلمين يقدمها المهرجان لعشاق الفنون عبر عروض فنية معاصرة تقام في أماكن متعددة في الإمارة والمناطق التابعة لها مستحضرة ابتكارات علمية تاريخية ونظريات كان قد وضعها الأسلاف من علماء ومفكرين على مدى قرون طويلة من الحضارة العربية والإسلامية تشارك في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية مؤسسات عدة تتضفر جهودها لتخرج لنا بفنون إسلامية منقطعة النظير تاركة للجمهور حرية التعليق على فنوننا الإسلامية وحسن التعبير حياكم الله إذا مجددا حياة الله فرح يمكن طبعا شاهدت تقرير عن دورات السابقة كل دورة هناك طبعا جهات أيضا تشارك الحقيقة جهات فنية عادة من إمارة الشارقة تشارك في هذا المهرجان لو نتحدث كذلك أيضا أو تحدثينا فرح عن الجهات التي تشارك في هذه الدورة القادمة نعم هناك 23 جهة مشاركة محلية ومؤسسات ثقافية وفنية مثل اتحاد المصورين العرب عندهم جائزة خاصة للمهرجان تحدثي نفس الشعار وأيضا جمعية الخطاطين وجمعية الإمارات الفنون التشكيلية ونادي سيدات الشارقة ومركز سجايا للفنون ودائرة الأوقاف وجميع الدوائر المحلية المهتمة نحن رسلناهم وهم يضعون برامج من خلال أعمال ومحاضرات ومعارض فنية ومسابقات خلال فترة المهرجان جميل جدا طبعا أهم عنصر نتحدث عنه في هذا المهرجان هم الفنانين المشاركين سواء كانوا طبعا محليين أو حتى عالميين الآن نتعرف على المشاركين الفنانين كم عدد الفنانين المشاركين كذلك ما هي الأعمال التي يشاركون فيها في هذه الدورة هذه السنة معارض فنية ما يقارب 64 معارض فني و 64 فنان لكن عدنا 100 ضيف موازي معهم من النقاد وباحثين وضيف شرف الفنانين من جميع أنحاء العالم قادمين من الشرق والغرب مشاركين وأيضا فنانين محليين من دولة الإمارات ومن أمريكا وبريطانيا وأذربيجان وعندنا دول جديدة مشاركة هذه السنة هي كندا وجنوب أفريقيا جميل جدا إذن هناك مشاركة ربما عالمية في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية كذلك أيضا فرح إلى جانب هذه الأعمال التي بتعرض طبعا هي ربما أعمال متنوعة ذكرتي لفرح الفن التشكيلي ربما التصوير كذلك أيضا يسلط عليه الضوء الأعمال التركيبية يعني مختلف أنواع ربما الفنون يتم التركيز عليها في مهرجان الفنون الإسلامية بالفعل بطريقة جدا معاصرة ربما ينظم هذا المهرجان ولا يكتفى فقط بالتركيز على ربما الفنون الإسلامية القديمة جميل كذلك أيضا هذا المهرجان لا يتوقف فقط عند الأعمال التي تعرض مثل ما ذكرنا سابقا هو كذلك أيضا هناك برنامج فعالية مصاحب وندوات فكرية كذلك أيضا مصاحبة لو تكلمين عنها فرح بشكل مختصر نعم هناك الندوة الدولية الموازية تحت عنوان نور الفنون أيضا هنا نحن مستضيفين ما يقارب عشرة نقاط من جميع الوطن العربي وهناك ورش عمل ومحاضرات والملتقيات ثقافية للفنانين وعروض فيديو ومعارض موازية أيضا للمهرجان في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى معارض موازية نعم للمهرجان جميل جدا طبعا المهرجان بيبدأ في مدينة الشارقة من ثم بينتقل ربما إلى المنطقتين الشرقية والوسطى نعم يعني نحن موقتين خاذ الشهر كاملة لكن الافتتاح الرسمي سيكون يوم الأربعاء في الشارقة ويوم الخميس في واجهة المجاز المائية ويوم الأحد في ساحة الخط جميل يعني بيكون فيه يمكن أشبه به ثلاث افتتاحات لهذا المهرجان الأول طبعا وين بيكون ذكرتي متحف شارقة الفنون ثم في واجهة المجاز ثم ساحة الخط جميل طبعا يعني الجميل جدا كذلك أيضا فرح أن في مهرجان الفنون الإسلامية يعني الشيء اللي لفت نظري أنه عدم فقط تقيدكم بمكان واحد وهو متحف الشارقة الفنون الإسلام يعني لم يقيد بمكان واحد وإنما يعني ظهرت إلى الأماكن المفتوحة مثل واجهة المجاز المائية وهناك أيضا عدة أماكن تم اختيارها أنا أعتقد أن هذه خطوة فرح للانتقال بالأعمال المعروضة من المتخصصين أو الفنانين أو حتى النقاد والمفكرين إلى الجمهور العام حتى تكون هناك أيضا أو يعني يتسنى للجمهور العام أنه يشاهد مثل هذه الأعمال العالمية التي تخص الفنون الإسلامية بالتحديد تعرفين فرح كذلك أيضا على الأماكن التي اخترتوها بالذات الأماكن ربما المفتوحة والهدف كذلك أيضا من التوجه إلى الجمهور العام نعم هو التوجه هو الارتقاء بالذائقة الفنية العامة نعم جميع شرائح المجتمع ممكن أن تتأثر بالفنون إذا كانت دارسة أو فاهمة أو متخصصة وغير المتخصصة هناك ذائقة فنية وأحنا هدفنا أن نرتقي بها جميل جميل ذهاب إلى المناطق المفتوحة عن طريق أعمال تؤثر أو تبهر المشاهد من خلال أعمال نحتية كبيرة نحن الآن هذه الدورة في واجهة المجاز المائية فنانة يلينا وسيرتش من كندا سيقدمون خمس أعمال نحتية كبيرة على شكل مجسمات تحمل الوحدة الزهروفية الإسلامية وأيضا فيها إنارة ورح يكون هناك الشدو لهذا العمل رح يكون شيء مبهر للمتلقي وجميع الشرائح المجتمع وجميع الديانات حتى رح يتأثر عليه هذا هو هدفنا أنه نذهب إلى هذا المجتمع لمحتمال ما يقدر يوصل إلى المتحف أو ما يهتم بهذا الشيء وأيضا في المناطق الشرقية والمناطق الوسطى رح يكون هناك أعمال موجودة مفتوحة معارض مفتوحة في كل المناطق لكن هو التركيز نعم التركيز هيكون في واجهة المجاز المائية نعم جميل في واجهة المجاز وكذلك أيضا في متحف الشارقة الإسلامية طبعا اللي حاب أنه يزور كذلك أيضا مهرجان مهرجان الشارقة الفن الإسلامية في دورتها الثامن عشرة فرح كل الشكر لك على وجود تويانا اليوم يعطيكم ألف عافية طبعا أنا أعب أن أتخلصي الحلقة وكذلك أيضا نرجع إلى المنحة بضبط أتكمل من شغلات يعطيك العافية شكرا إذا مشاهدين أنتهت أمسيتنا لهذا اليوم تسبحنا الألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر